مستوطن غريب جئ به الى هنا ليس لاحتلال الارض واستيطانها فقط بل لسلبها ونشر سمومه ونفاياته ايضا عليها على هذه الاراضي في قرية رمون شرق رامال تلوح في الافق معركة جديدة ومواجهة اخرى مع سلطة الاحتلال في ظل سعيها لسيطرة على اجزاء واسعة من اراضيها وتحويلها الى مكب لنفايات المستوطنات المحيطة بها سر بخبر عن طريق المحامبي انه في ضغوط من بيت ايل لضرورة مصادرة الاراضي وتحويلها الى مكب نفايات باشتراط استخدام المستوطنين الها وباشتراطات اخرى ان يكون الاشراف على التنفيذ البنية التحتية والاشراف ما بعد تجهيز المكب للطرف الاسرائيلي وليس للطرف الفلسطيني وهذا بنعتبره سابقة خطيرة جدا في مناطق سي احنا اولا كفلا حين ما بنعترف لا باي ولا بي ولا سي لان الارضنا ارضنا مهما يكون في اي خارطة في اي موقع الارض تعود لصاحبه ويملك هذه الاراضي البلغ مساحتها نحو ثمانمائة وعشرين دنما اكثر من مائة واربعين عائلة من قريتي رمون وديردبوان الذين وكما جمعتهم الارض جمعهم الاتحاد على الوقوف بوجه مساعي الاحتلال لمصادرة اراضيهم هذه الاراضي وفي حال سيطرة الاحتلال عليها فان نحو الفي دنم هي المساحة المتضررة من ذلك كما ان خصوبة التربة ومحاصيلها الزراعية وابار المياه هنا ستندثر تحت اكوام نفايات المستوطنات انا وابويا وعمامي نمت لكم يقارب ثلاثين خمسة ثلاثين دنم ارضها نزرعها ونعتشمحها نحن واغنامنا وبتنتج لنا قمح في حالة اقيم المكب في الاراضي هذا رح نتضرر جدا رح تروح الاراضي مراعي مش رح توجد مكان تسكن فيه انت واغنامك وتراعي فيه اغنامك مش رح تلاقي وبعدين هذه اراضي ورثناها عن اجدادنا وعن ابائنا مش بالسهل ان احنا نفرط بيها مشان يقيموا عليها مكب نفايات ثلاث مستوطنات تحيط بالارض لتفرغ سمومها عليها وشارع استيطاني يمر بمحاذاتها وحاجز احتلالي على مقربة كل ذلك من شأنه ان يجعل اقامة مكب النفايات قابة قوسين او ادنى من قرية رمون شرق مدينة رام الله علي دار علي تلفزيون فلسطين